دعا عدد مجلس القيالة الرئاسي محافظ ماربا لواء سلطان العرادة كل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى توحيد الصف الجمهوري وتعزيز الاصفاف الوطني في مواجهة الإماميين الجدد والعمل على تقوية اللحمة الشعبية بين كافة أبناء شعبنا تحت راية ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وحذر العرادة في كلمته خلال حفل فني وخطابي وقيم في قاعة الشهيد الشيخ علي القردعي بجامعة إقليم سبا بمناسبة العيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك من استمرار الخلافات السياسية والمناكفات الحزبية والعصبيات المقيتة وإثارة الزوابع والأصوات المغنظة التي تحاول شق الصف الجمهوري وتوسيع دائرة الانقسامات بداخله مشددا على ضرورة تصريح المسار السياسي وترشيد الخطاب الإعلامي والتزام الجميع بميثاق شرف وطني يؤسس لمستقبل آمن ومتكافئ وعادل للجميع وقال العرادة نحتفل اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا وهي محفورة في وجدان كل حر من أبناء الشعب فثورة الثالث والعشرين من سبتمبر المجيدة ليست حدثا مؤقتا أو ذكرى عابرة بل هي تجسيد لأفكار أمة ومبادئ الشعب وسياج وطن تكللت تضحيات أحراره ومناضليه بإزالة كابوس الظلم والطغيان كما ألقى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك كلمة أكد خلالها أن ثورة الثالث والعشرين من سبتمبر ما زالت مستمرة وستستمر ما بقي الفكر الكهنوتي البغيظ حتى يتم تطهير كامل ترابنا الوطني من ميليشيا الحوث الإرهابية التي نصبت شعبنا العداء وتسببت بتراجع مسيرته التنموية وعرقلت تحقيق أهدافه وتطلعاته نحو مستقبل يلق بوطننا وبلدنا المعروف بعمقه الحضاري وبعراقته ومنفتاحه وتمسكه بحريته وعزته وجه تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة والأمن التي قدمت أعظم التطعيات واجترحت أروع البطولات مؤكدا التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب الجيش ودعمه وتوفير كافة احتياجاته كما وجه التحية للجرح الأبطال وإلى أسر الشهداء وقال نؤكد بأننا سنبادل الوفاء بالوفاء وسنضع متطلبات الجرحة وأسر الشهداء نصب أعيننا وأضاف ولا يفوتني أن أحيي القبائل اليمنية الأصيلة المضاحية بالغالي والنفيس للانتصار للجمهورية وقيمها ومبادئها كما أوحيي منظمات المجتمع المدني وكل أبناء الوطن الذين يقفون سدا منيعا أمام المشروع الحوثي الكهنوتي وأتقدم بأسمى آيات التهاني أو بأسمى آيات التقدير والشكر والعرفان إلى كافة دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدمونه من دعم لا محدود للشعب اليمني لاستعادة دولته والذين اختلطت دماء شهدائنا بشهدائهم لتؤكد وحدة المصير والهوية والتاريخ تخلل الحفل قصائل شعرية ووصلة غنائية حضر الفعالية نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ووزراء الإعلام معمر الإرياني والمالية سالم بن بريك والداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والصناع والتجارة محمد الأشول والكهرباء مانع بن يمين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظاء صنعاء وريمة ورئيس ونواب جامعة إقليم سبا ووكلاء الوزارات والمحافظات ووكيلاء البنك المركزي وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية وشخصيات اجتماعية اشتركوا في القناة